شكراً للمشاهدة شكراً للمشاهدة وبينما هو في طريقه إلى أورشليم مر بالسامرة والجليل وعند دخوله إحدى القرى استقبله عشرة من البرس فوقفوا على بعد منه وصاحوا يا يسوع يا معلم ارحمنا فتطلع وقال لهم اذهبوا إلى الكهنة وأروهم أنفسكم وبينما هم ذاهبون طهروا فلما رأى واحد منهم أنه شفي رجع وهو يمجد الله بعالى صوته وارتم على وجهه عند قدمي يسوع يشكره وكان سامرياً فقال يسوع أما طهر العشرة فأين التسعة ما كان فيهم من يرجع ليمجد الله سوى هذا الغريب ثم قال له قم واذهب إيمانك خلصك والمجد لله دائماً والرب يبارك عليكم والمجد بالمسيح الرابع آمين إنجيل لوقة يتميز بهذه اللوحات الكبيرة إنجيل اليوم ولو قصير هو لوحة بها كثير طبقات حتى نفهمها لازم نعرف ليش عشرة برس وليش البرس البرس مرض تقريباً أصبح نادر في العالم مرض جلدي بس لأنه يشوه فالناس كانوا يخافون منه وكانوا يرمزون بينه إلى الخطيئة التشوه اللي يصير بالجلد والإصابة بينه نادرة أكو بعض الدول بيا بعد شوية برس لكنه يكاد يختفي هذا المرض لكن الدرس الموجود جداً مهم أن نطلع على الطبقات اللي القديس لوقة يريد يطلعنا عليها عشرة رقم الشمول يعني كل الناس كلتنا برس كلتنا خطأة كلتنا مرحلة من حياتنا نحتاج أن نشفى خاصة كلتنا نعاني كلتنا عندنا مشاكل وماكو بيت ما بينو مشاكل ماكو مجتمع ما بي مشاكل يسوع يقلم للبرس روحوا شوفوا نفسكم للكهنة لأن شريعة موسى تمنع الأبرص أن يختلط بالناس الاختلاط كان نعمة أن يعيش وياكلوا يشربوا الأبرص كان لازم يعيش خارج المدن وخارج القرى بالخرائب ومسافة ما يقترب من الناس حتى لا يتلقحون منه فالناس كان الذبلوا أكل ويأتي يأخذ وياكل حتى يختلط بالناس نفرض واحد شفي من المرض كان لازم يأخذ شهادة من الكهنة التي تسمح له حتى يدخل بالمجتمع هذه الشهادة هي أهمية القانون أهمية القانون في حياتنا أهمية المؤسسة يسوع يعترف بأن الكهنة في زمانه يمثلون المؤسسة وإحنا بحاجة إلى هذه المؤسسة لاحظتم أنه بالإنجيل يسوع يقلم روحوا شوفوا نفسكم للكهنة يعني ما حالا شوفوا يقول ولما هم ذاهبون شوفوا يعني فرض شيء كويس أنه هذولي آمنوا بيسوع وكلهم نالوا الشفاء العشرة هذه علامة على أن الإيمان طبقتين الطبقة الأولى تقريباً كل الناس كل الجماعات المسيحيين والأديان الأخرى عنده فرد شيء عنده فرد ظو هذا الظو هو الإيمان الطبيعي الإيمان البدائي إحنا نحترم الأديان وكنيستنا في حوار مع كل الأديان ودراساتنا تبين أنه كل ديانة نقدر نشوف بيها فرد ظوء صغير خبرة البشر مهمة قوانين البشر مهمة تستحق الاحترام لكن رح يجينا لوقا يدخلنا فرد طبقة أخرى من المعنى يقول كل من شفوا وأخذوا شهادة وراحوا على البيت ما عدا واحد هذا رجع يسبح الله ويصرخ هي بالبداية صرخوا وكأنه هي صلاة يا يسوع المعلم ارحمنا لكن هو رجع يصرخ غير شكل رجع يشكر الله يسبح الله يمجد يسوع وسجد هذه المرحلة الثانية من الإيمان يعني هناك كثير مسيحيين كثير هيم يؤمنون بالله يركب بالسيارة يصل بيده على وجه لمن يقوم من الصباح يصل بيده على وجه قبل ما يأكل يشكر الله يعني هؤلاء الناس لا يوجد عتب عليهم لكن ما نشوفهم ما نشوفهم بالكنيسة ما نشوفهم إلا بالمناسبات نسميهم مسيحيي المناسبات لما نقلم ليه لماذا لا تأتي للكنيسة يقول أنا قلبي صافي لا لدي شيء فإذا لم يكن داعي أأتي للكنيسة هؤلاء التسعة الذين لا يحتاجون أكثر يكتفون بشيل أندم ويقولون الحمد لله والشكر ومرات من أدخل في محنة أصيح يا مريم وربك يحل المشكلة هذا كل جزين لكن هذولي ما يعرفون أن المرحلة الثانية من الإيمان فقط قليلين يكتشفوها لأن الإيمان ما هو إلي فقط ما هو أن أصلي ويشفيني الله ما هو بس أنا أكون خوش ولاد والناس ما تتأذى مني ما مثل الناس البقية اللي أذون الناس لا تذكرون صلاة الفريسي اللي قعد يشكر الله أشكرك يا الله أنا أنطيع شهر وأصلي وأصوم ولست مثل سائر الناس القتل الظلم الفجار أنا ما أسوي مثل داعش لا استغفر الله لكنني أأجي وأصوم وأسوي خير وأمطي أساعد نحن نحتاج إلى خلاص إذن الديانة طبقتين ديانة شفاء وديانة خلاص يسوع يعني مخلص مخلص من مخلص من هذه التفاهة من هذه الحياة العادية من هذه الكآبة السائدة بالعالم عند تسعين بالمئة من الناس كثير من الناس هاليوم عندهم هذه الكآبة وكأنه من كانوا يشوفون أخبار الزلازل والكوارث المليارات التي تصير بالعالم الناس المليارات التي تموت إما من الجوع أو من العطش أو هذا لا أحد كان يفكر لكن من قليل اقترب اقتربت المشكلة من عندنا هاي وين هو الله أشوف برأسنا هي المصائب هذول الناس الذين لا يشوفون نفسهم هذول بالحقيقة ما عندهم رؤية صحيحة للإيمان ولهذا رح يقل يسوع للأبرص العاشر إيمانك خلصك ما يقل إيمانك شفاك لأنه كل من يشوفه والحياة نعمة والأحياء الموجودين على الأرض كل من يعيشون بنعمة الحياة نعمة حتى لو بالسجن حتى لو وين ما نكون نعمة هي أحسن من المقبرة هذه النعمة كثير ناس يحسون بيها لكن يقول يسوع للعاشر هذه النعمة لازم تفتحك إلى خلاص من هذا العاشر هذا العاشر هو الغريب هو السامري هو اللي رح يجي من الشرق والغرب ويجلس على مائدة الملكوت وأبناء الملكوت يطردون خارجا ما تشوفون احنا شوية نشبه اليوم الزهود الذي انتقدم يسوع في زمانه وكأنه لأن ولدنا مسيحيين هذا هو وكأنه لأن ولدنا مسيحيين ولدنا بثمنا معلقة من ذهب هذا ما صحيح وكأنه 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 سيحيين سيحيين باليوناني يعني أشكرك يا رب مهما كانت مشاكلنا من ندخل الكنيسة لازم نتخلى عن همومنا ونباوع بس علينا ونقول يا رب نشكرك ليس نشكرك فقط لأنك عطيتنا ولأني شاب أو شابة والحمد لله والشكر نحن ما عندنا المشاكل لا 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 نشكرك لأنك أنت لأنك تستحق الشكر يعني شوية يجب أن نشفى من الأنانية وهي الداء الأكبر بالعالم وكلما شبعنا كلما الأنانية زادت كلما قابليتنا للقلق والكآبة على نفسنا زادت ما تلاحظون أنه كثير من الناس أبد ما يعيشون لا شباب لا شباب من شباب ولا نضوج من نضوج ولا ولا اقتراب من نهاية الحياة هي صحيحة أكيد حياتنا محدودة بس هذه حياتنا إذا تحولت إلى تسبيح وتمجيد وشكر نال الخلاص هذه ألفين سنة الكنيسة تحاول تدربنا ومثل هذه اللعبة ما لسلم حي دائما نرجع إلى خانة الصفر ونحتاج أن ننفخ معنوياتنا ونحتاج أن نجي إلى يسوع ويقل لنا يسوع إيمانك خلصك لأنه جيت وجيت مجانا كل أسبوع لما انتجون الضيعون ساعة من وقتكم تشبهون هاي الشمعة اللي نقلقها ونصرفها بلاش هذه الساعة نقدمها بلاش إليك يا رب بس حتى أقل لك شكرا شكرا مو بس علي شكرا على هالدني اللي حطيتني بياه شكرا على هالناس على هالأهل على هالولاد اللي حطيتمه بطريقي يمكن يمكن هذه السعادة ما تجي من الخارج هذه السعادة تجي من الداخل وين ما تريدون روحوا إذا تودون معاكم الكآبة تلحقكم وين ما تريدون ابقوا إذا عدكم قابلية الشكر هم تلحقكم هذه القابلية بنص المصائب أكو ناس يبتسمون ويفرحون ويمجدون هذا هو التغيير اللي جابه يسوع إذا ما كنا افتهمنانه لهسة إحنا نبقى في صف التسعين وإذا افتهمنانه إحنا نكون مع الواحد بالعشرة هذول القلائل لا تخف أيها القطيع الصغير لا تخافون لا تخافون يا أهل كاركوك لا تخافون يا جماعة المسيحيين في العراق فقد شاء أبوكم أن يمنحكم الملكوت نصلي اليوم من أجل برشيتنا حتى تكون دائما شاكرة فرحة وسخية مع البقية آمين ترجمة نانسي قنقر 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 شكرا